باسم جبهة الخلاص الوطني ضيفنا في فقرة الحوار في ساعتنا الثانية سعيد زوري يكون معنا في نقطة ساخنة بعد شوية موعد متجدد مع الفقرة اليومية ريتروفيزور مع الزميلة ابتسام شوي خالق نقبل هدايا مزانا موصلين في الفقرة الافتتاحية على وجه الفضل الحذامي محجوب تعنون في كرونيك اليوم تونس الغريبة المزيانة حبيت نشوف حاجة ديما الغريبة 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 وغريبة وزوز في نفس الوقت مش غريبة وكاو حتى الغريبة تعترف هيك الغنيم تغريبة هي عجيبة الحقيقة حبيت نحكي على معبد الغريبة على خطر اليوم الناس كل تعرف اللي يوم سبعتاش اليوم اليومين هذوم الاربع والخميس هو موعد الحج في الغريبة وحبيت نحكي على معبد الغريبة اللي يرجع تاريخه الأكثر من 2500 سنة اللي هو ثاني أقدم المعابد اليهودية في العالم لكن المعبد هذي بش ناخذوه والكنيس كما يقولولو ما هوش مكان للعبادة والحج فقط في جربة بل هو نقطة تجمع الوحدة من أقدم الجاليات اليهودية في العالم على خطر يهود جربة سكن الجزيرة قبل الإسلام وقبل المسيحية وقصة الكنيس الغريبة هي قصة تروي قصة حلوة برشة تروي قصة التعايش السلمي بين يهود جربة ومسلمها الكنيس فيه الكثير بالأسرار والكنوز في حجرة قديمة جابوها اليهود من القدس منذ أكثر من 2000 عام يقولوا من هيكل سيدنا سليمان ثم زيدة أرشيف كبير يتضمن أمنيات سجلوها زيرين وأودعوا فيها أمنياتهم لوعدات يعني نوع من الذكرى نوع من المتحف أو الشاهد على عصور وعلى التطلعات أجيال وعائلات يهودية كذلك نلقا في كنيسة الغريبة أقدم نسخة من التوراة في العالم حسب ما يقولوا المؤرخين وعبر التاريخ وخلال فترات سياسية مختلفة تعرضوا يهود جربة إلى ضغوطات ومحاولات من قبل كبار اليهود والحركة السهيونية لإقناحهم وإغراءهم باش يمشيوا وينتقلوا الأرض الميعاد كما يقولوا وخاصة منذ 1948 لكن معظمهم هجروا لفرنسا ومشيوا لبرشة بلدين أوروبية ولكن برشة منهم أصروا أنهم يبقوا في بلادهم الأم واليوم تقريبا عن 1500 يهود يعيشوا في جربة وخاصة في الحارة الصغيرة وجزيرة جربة تعد نموذج للتعايش السلمي بين أغلبية مسلمة وأقلية يهودية اللي موجودة في الجزيرة منذ مئات السيرين كما قلت واليهود متعلقين بالغريبة وبجربة اللي تقصها يشبه التقص القدس ويعتقدوا بكتوسية الغريبة وقدرتها على صنع العجيب اسمها في حد ذاته الغريبة فيه رمزية كبيرة ويحتوي على برشة الغاز كيف تدخل الغريبة تشعر ببرشة سحر وتقول الرواية اليهودية أن الغريبة تبنيت على أجزاء المعبد الأول اللي بداه سيدنا سليمان واللي قاع هدمه سنة 586 قبل الميلاد الأسجاة هذي جابوها النازحين اللي يهود معاهم الجربة وقت اللي يستقروا فيها لكن سحر الغريبة الكبير بالنسبة لي يكمن خاصة في أنه العرب واليهود عايشين فيها متفاهمين ومثا ماش فرق بين يهودي ومسلم في جربة إذا كان تسأل مسلم تقوله شنوه جوك مع المسلمين يقولك الحمدولة تسأل يهودي يقولك باروخشيم كنيس الغريبة هو وجهة للسويح وزيرين من اليهود وغير اليهود وشد المعبد أعمال بناء وتوسع منذ 1920 باش ينجم يستوعب الأعداد المتزيدة من الزوار واليهود اللي يجيوا من كل مكان من العالم باش يحضروا الاحتفال الديني السنوي المعروف بلاد با ومير وتعودوا اليهود التوينسة باش يزوروا كل عام تونس في أيلولا أو الحج اليهودي لجربة يصليوا ويشعلوا الشموع ويكتبوا أمانيهم على الأعظم وسط تعالي الزغاريت ويرتلوا أنشيد فولكلورية يهودية ويتضرعوا بالدعاوات ويتباركوا بيها ويسيخوا يغريبة أحفظنا عرب وهود مظاهر احتفالية وتقوس استعراضية في خرجة المنارة تعيش على وقحة مدينة جربة كل عام منذ مئات السنين وفي مختلف الأنظمة المتعاقبة عبر تاريخ تونس تواصلت منذ الاستقلال لكن تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد في أكتوبر 2019 قبل انتخابه قال بأنه لن يسمح لأي شخص يحمل جواز السفر الإسرائيلي بدخول تونس لزيارة كنيس الغريبة كحتجاج منه على تطبيع بعض البلدين العربية مع إسرائيل وتقاربها بشكل رسمي معها عبر اتفاقية أبراهام اللي وصفها قيس سعيد بالخيانة العظمى خليت العديد من اليهود في العالم يعتبروا أنفسهم غير مرحب بيهم في تونس لكن جيت جيحة كورونا بعد ذلك مباشرة وتوقف الحج في الغريبة بطبيعته بين 2020 و2021 وكما التجمعات الدينية لكل في العالم وما تمكنوا من الحج كان اللي عايشين في جربا وعايشين في تونس اليوم اليوم الاربعة 18 ماي وبعد إلغاء الحج لمدة عامين تستقبل جزيرة جربا وفود من الحجيج اليهود اللي يجيوا من مختلف العالم باش يقوموا بشعائرهم الدينية زيارة تجي بعد 33 يوم من عيد الفسحة بالتقويم اليهودي وصرح رئيس هيئة تنظيم الحج للغريبة بغيس تخابلسي أنه ثم بين خمسة وستة آلاف زير يهودي باش يشاركوا في هالاحتفال الديني اليوم وغدوة يعني 18 و19 و20 بحضور مسؤولين في الدولة وكبير الأحبار في تونس والضيوف من الديبلوماسيين الأجانب يعني رغم التوترات على الساحة السياسية في الشرق الأوسط ورغم التصريحات السابقة للرئيس قيس سعيد فإن تونس تعود إلى تأمين الزيارة السنوية ليأديوها اليهودي إلى كنيسة الغريبة تعود الدولة إلى طمأنة الزائرين وتوفير الحماية لهم وصير الداخلية مشي بشي يشوف الوضع الأمني ويطمأن عليه وحنا نعرفوا لبرشة يهودة وينسا خاصة ينتظروا حجل الغريبة بشي يجيوا لبلادهم ويكون مؤلم بالنسبة لأي شخص أنك تمنعهم الدخول لبلاده لمجرد أنه عنده جنسية أخرى العرب واليهود عاشوا مع بعضهم مئات السنين في جربة وحتى كيف وقعت العملية الإرهابية التي تبنتها القاعدة في أفريل 2002 قاعدوا اليهود يقصدوا تونس ويحجوا للغريبة نجاح الحج في الغريبة يبعث برشة رسائل في الداخل والخارج بالنسبة للداخل يخلينا نأملوا في تونس أفضل في أن نجموا نتجاوزوا خلافاتنا الداخلية ونواصلوا لإرث الديني والتاريخي الكبير لتونس حرية الدين المضمونة في الدستور خط أحمر خطر هي الأساس المهم اللي ماكن من التعايش السلمي في المجتمع نجاح الحج إلى كنيس الغريبة يخلي تونس فخورة كونها بلد منفتح ويقوم على التنوع والتسامح وتلقوح الثقافات وتعايش الأديان نجاح الحج في الغريبة يخلي كل اللي يدعيوا إلى عزل تونس عن تاريخها وهل يحكيوا على الحشد كما قلت يا سرحان معناها ويحبوا يعزلوا تونس على محيطها الإقليمي ويرفعوا في شعارات فضفاضة وشعبوية موقيتة يحبوا يبدلوا سياستها يلقاوا روحهم خارج اللعبة على خاطر ما يفرقوش بين الحركة السهيونية واليهود نجاح موسم الحج كان ديما مؤشر يبشر بنجاح الموسم السياحي وبعودة عجلة الاقتصاد تونس تقدم رسالة إلى العالم بأنها رسالة سلام رسالة سلام إلى العالم في ظروف حرجة وعالم متصارع ومتناحر نحن مختلفين في الدين لكن يمكن نعيش مع بعضنا وخطابات التقسيم والتفرقة والعنصرية والاستصال مع أنتها حتى ما كان في تونس هذه تونس اللي نحبوها شكرا لك حذامي محجوب طبعا هذا الجانب الرومانسي في السردية لأنه ما ننساوش وأنه من بين هؤلاء اللي جيوا لتونس فمشكون ضباط في جيش الاحتلال الصهيوني ويقتلوا في أبناء شعبنا وأطفال شعبنا في فلسطين نعم للتسامح الديني نعم تونس تحافظ على هويتها المتعدة المتنوعة بيهودها بمسلميها باللي يؤمنوا فيها باللي ما يؤمنوش لكن وراء هذا الجانب الوردي والرومانسي أكدا هناك أشياء أخرى أحينا مؤلمة وموجعة وربما يطول النقاش حولها في علاقة لا لستوا مع محمد لستوا مع لأنه لأنه مش صحيح رفما يهود تونسا اختاروا هالكيان الصهيوني مش صحيح مش قصة فرنسا هذية خزاع بلات فما يهود تونسا اختاروا أنهم يكونوا جزء من هذا الكيان الغاشب واختاروا جنسية هذا الكيان الغاشب طبعا نحن لا ندعو للعنف ولا ندعو ندعو إلا للتسامح ولكن أيضا نرفض التطبيع ونرفض يعني طبييذ ما نختار وأنه يصطف إلى جانب الكيان أنا ما بيضتهمش يا محمد أنا نتحدث على يعني الحوار بين الأديان أنه كل إنسان عنده الحق بش يمشي لبلاده بش يمشي لبلاده هذا لا يعني أننا لسنا ضد لسنا اللي يحب بلاده تونس مش كيان غاشم محتل مش كيان للقتل الجنسية ما تعني حتى شي تو في العالم لا 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 الجنسية ما عندهش معاني في العالم مع سحينا عنا مشكلة لا سمحنا عنا مشكلة صحيح لا إذا كان التطبيع عندك وجهة نظر بالنسبة لي أنا مسألة ليه ليه ما قلت لك شي عندي وجهة نظر أنا ضد ضد كل يعني ضد كل آآ التعادي على الشعب الفلسطيني ضد آآ ما عندها ضد كل الكيان الصهيوني حين يضرب يعني الفلسطينيين ويحتل هذه الأرض طبعا أنا معها القضية الفلسطينية ولكن ما نجموش أنا أنا نعتبر اليوم في العالم الجنسية معاني عندها معاني عليش خاطر مثلا واحد عنده باسبور إزرايليان تم نعو بش يدخل التونس يعمل لك باسبور فرنسي وإحنا نعرفه يعمل لك باسبور أنجلي يعمل لك فهمت معناه ما فمش آآ ما قضية واهية معناتها هنا هكا ننظر للمور بدون منير براجماتيك فهمتني محمد نمشي وللفقرة الموالية في برنامج آآ هنا آآ تونس ريتروفيزور مع الزميلة ابتسام شويخ